مساء الخير هناك تصور شائع لدى بعض بلدان العالم الثالث أو الساسة في بعض بلدان العالم الثالث يتصور أو تولد عنده الاعتقاد أو الوهم أو أي حاجة أنه العمل والنشاط والظهور في المجال الخارجي يمكن أن يعود بعض القصور أو شيء من القصور أو الفشل أو العدم أي حاجة في الوضع الداخلي وهذه أنا أعتقد أنها قضية خطئة جدا والأقوال في شأنها موجودة منذ بدأ هناك شيء أو علم يدرس اسم السياسة الدولية في مقولة شهيرة جدا وهي أنه ليس هناك بلد في العالم لديه سياسة خارجية وإنما كل بلد في العالم له سياسة داخلية وهذه السياسة الداخلية لها مصالح ومطالب تمتد خارج الحدود وهنا مجال السياسة الخارجية لأي بلد يريد أن يمارس دورا على ساحة البصرح الأوسع في العالم لكن تصور أنه النشاط الزائد والظهور المتكرر في العالم الخارجي وفي عواصم العالم الخارجي أنا أخشى أنه أولا ليس مفيدا وأنه لا يمكن أن يعوض الحقيقة وأنه لا يمكن أن يخدم حتى الأهداف التي يسعى القاصدون إليها لسبب بسيط جدا هو أول واحد أتكلم في الموضوع ده هو المقولة دي مقولة أنه ما فيش بلد عنده سياسة خارجية ولكن عنده كل بلد عنده سياسة داخلية لها امتدادات خارجية هي بتنسى بالنهاردة لهنري كيسينجر لكن هذا أنا مستعد أقول وأجازب أنه غير صحيح لأنه تيسينجر أنا بأعتقد أنه خدها عن مترنيخ عن السياسي النمساوي الأشهر في أوائل القرن الثمنتاشر وهو مهندس الحلف المقدس بعد سخوط نابوليون وهو الذي قرأ مقولة وترحها وأظنها كان صديقة جدا وهو كان بيكلم فيها عن نابوليون بكل عظمة نابوليون السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون إلا استمرارا لمصالح في الداخل وبطالب للداخل فإذا تعدت هذا فهي تزيد لنزومة له وخطر كمان الحاجة اللي ما بنعرفهاش مرات في العالم الثالث أنه عندما يلتقي أي رئيس في الخارج على سبيل المثال أو سياسي في الخارج مع سياسي من العالم الثالث هو ما فيش المراسم آه لكن المراسم لا يمكن أن تغطي الحقائق بمعنى أنه أي سياسي نحن نذهب لنرى أو غيرنا وكل حد يذهب يرى في عندهم الناس ما بتشتغلش بالمجاملات ولا بتكتفي بغطاء المراسم يغطي الحقائق لأنه تحت المراسم في السؤال الموجه لكل سياسي وهو من أنت؟ ماذا تمثل في بلدك؟ أي شرعية لك؟ محدش بيقعد يدينه ورقة أسئلة لكي يجيب عليها لكن هذا كل ما أخذ في الحساب من أنت؟ أي شرعية تستند عليها؟ أي قبول لك في وطنك وإلى أي مدى؟ أي دور لك في الإقليم ومدى تأثيره؟ أي دور لك يمكن بالتالي أن يكون لك على مصرح العالم؟ أنا أفكر مرة رئيس متران كان بيجي كتير قوي في مصر وأنا مرة بقول له وإحنا كنا في مكتبه في الإليزيف باريس بقول له والله أنت جاي السنة دي مصر جايزة فكان عنده مشاغل ولكن عنده حاجة فبقول له شماء والله هاي لك أنت بتيجي مصر فبيقول لي بيقول لي أنا أولا عاشق للتاريخ المصري وأنت تعرف وصحيح وهو مهتم أيضا بقضايا التنمية وقضايا العالم التات وهو صحيح لكن هو بيقول لي بيقول لي أنه عندكم كمان في مصر يعني فيه أمن يكفي لكي يصد عني الفضوليين هو بيقصد الصحفيين هو كان بيجي مع ست صحبته وبيجي وإحنا بنقدر نوفر حماية كافية ونبعد الصحفيين هو بيقول لي أنه لو أنا كنت رحت أي مكان ما كانش ممكن أداء الحرية اللي ممكن أخدها في مصر لكن عايز أقول أنه هذه حاجة كويس كتر خيرو يا راجل بيجي عندنا كويس لكن عايز أقول أنه فيه فارغ كبير جدا بنيا ينقصد إلينا زائر لكي يوفر نفسه شيء هو عايزه أو أن يجي لنا سواء هنا أو في أي حتة في العالم التي تروحها أي حتة لأنه علينا أن نفهم أن الدول لها قيمة سياسية في التعامل معها لها قيمة اقتصادية ممكن يبقى لها قيمة سياحية ممكن يبقى لها قيمة تاريخية ممكن يبقى لها قيمة أي حاجة تانية فيه النستالجي حتى الحنين إلى شيء حد يشافه في شبابه لكن علينا أن لا نخلط بين أنواع من القيم وعلينا أن نخلط بين ضرورات لا بد أن نفهمها وهو أنه لا سياسة خارجية ما لم تكن تخدم ومباشرة وبطريقة واضحة لا لبسة فيها ولا غموض مصالح شعب ومطالب شعب في السويس أنا بعتقد أنه قيمة السويس بالتطبيق على هذا أنا بعتقد أنه قيمة السويس أنه هنا كان فيه عبرة هذه الحكمة التي قالها من التاريخ من قديم يمكن كان لحد ما فيها كثافة التاريخ ومش بالضرورة أنه كل عمل كل عمل في السياسة الخارجية يمكن يغطي شيء بحجم السويس واصل الحرب وتأميم مش عارف قناة السويس إلى آخرة ليس بالضرورة أبداً ولا هو لازم حتى يعني لكن لابد أن تكون هناك صلاة واضحة بين أي نشاط سياسي يقوم به أي مسؤول في أي بلد وبين المصالح الداخلية وبساطة لأنه مش بس غير مجدية بالعكس مع الأسف بتخلي الآخرين يحسوا أنه احنا في حاجة إليهم لأنه نريد أن نتخذ أرضهم أو مكاتبهم مسارح لصور عندنا اللي هو بيسموها فرصة للصور التي يمكن أن تؤثر في الداخل لكن الناس التانين نلاحظ مرات أنه أنه مع الأسف الشديد أنه بعض الدول تبتدي تقول والله بلاش مش عاوزين تصند مش عاوزين مراسم مش عاوزين وهذا يصبح لأنه تشعر بعض الدول إذا لم تكن ترى ما يقنعها من عالم التالت من دول عالم التالت إحنا أو غيرنا يعني من شرعية من قوة من تأثير من وضع في إقليم تشعر أنه إحنا بنستغلها بس العلاقات الدولية ما فيها شي حاجة اسمها لا مراسم ولا عواطف لكن فيها مصالح متبادلة محددة ومحسوبة ومقدلة سلفا ولما تنتهي محدش يقبل أنصف حلول في هذا الموضوع ولما تنتهي فائدة أي طرف في العالم التالت تنتهي بالنسبة للمواقع التي تردد عليها وبالروحها ببساطة كده بتبقى تشعر الدول الأخرى أن زيارتنا لها وذهبنا إليها ليابلتي عبق عليها أكتر مما هو أسد أكتر مما هو إضافة لها وبتبقى هنا المسائل أما بقول السويس نموذج واضح ليس بالضرورة أنه أي حاجة تبقى بالدراما بتاعت السويس لكن لازم بقى فيه صلاة بشكل إما ما فيش حاجة اسمها سياسة خارجية أي حكومة وأي نظام وأي حكم وأي سياسة في أي بلد تستهدف خدمة شعبه وكل ما لا يخدم شعبه هو فضول لا لزومة له وتزيد مشكلة نضار كمان مرات ممكن بقى ضار من غير معنى يعني في السويس لما أجي أشوف أين كنا في هذا حيث كنت وقفا وحيث تبدى أنه في سياسة خارجية أو عمل في الخارج وصل إلى درجة الحرب الاحتكاك مع قوة كبرى ووصل إلى درجة الحرب والهدف منه بالدرجة الأولى هو مسألة داخلية أو هو رقي في شيء معين أو هو استرداد ثروة معينة منهوبة أو إلى آخر وحكلم في هذا بعدين لكن عايز أقول أين كنا وأنا بروي قصة السويس وتعرض لها أين كنا في الفترة البدا فيها واضح فيها أنه بقى فيه تنبه دولي إلى خطورة ما يجري في المنطقة تنبه دولي إلى أنه إنجليز والفرنسويين والإسرائيل اللي عملوه ده لا يمكن يمر بهذا الشكل لأنه فيه شعب شعب يقاوم وحواليه أمة بدت تعمل أشياء أثرت يعني لما حد يقول أنه السعودية في هذه الفترة جابت السفير الإنجليزي وأطعت اللقات كويس هاي لما حد يشوف أنه السوريا شباب في السور راحوا أطعوا خط الأنابيب وعملوا أزمة أزمة وجودية تقريباً في إنجلترا لأنه من غير جينسترلينيا ومن غير بترول الاقتصاد الإمبراطورية كده تقع تتهاوى وبعدين من غير كل هذا هذا التعاطف الهاي من غير اللي حصل في العراق مثلاً على سبيل المثال من غير اللي حصل في الهند اللي حصل في الباكستان لغاية أقصى الأرض لغاية آخر الصين تقريباً في عالم متعاطف مع شعب يقاوم في قضية بدأت عادلة وفي حق ضائع بدأ أصحابه يحاولوا استرداده ولديهم أثبته أنه لديهم الكفاءة ولديهم الأرادة ولديهم شجاعة وتحملوا تبعات ما فعلوا فكمية التعاطف الموجود ألا أنه هذا التعاطف تجلى بسرعة جداً في الأمم المتحدة للأمم المتحدة أنا حكيت أنه مجلس الأمن طلع كذا قرار لينجيزوا الفرنساوين اعترضوا لي بحق الفيتو لتجنب حق الفيتو انتقلت القضية إلى الجماعية العومية بمقتضى مادة التجمع من أجل السلام في الميثاق حيث لا فيتو ولا حاجة أبداً وأنا لما أرى ماذا قال جون فوستر درس أولاً أشوف قدامي هنا قرارات الجماعية العامة للأمم المتحدة اللي بتقول أنه فوراً ينبغي أن يخف قتال لأنه بدأت 29 بالإسرائيليين يوم 30 الإنجليز والفرنساوين بيضربوا يوم 31 فيه محاولة إنزال بالباراتروبرز بالقوات المضالات الفرنساوين بوحشية شافة يوم 1 2 3 نوفمبر فات أسبوع وفيه معركة هيلة مستمرة الجماعية العامة بمقتضى التجمع من أجل السلام تطلع قرار إنجلترا وفرنسا يحاولوا يتمرسوا يكسبوا وقت طلع قرار تالي يحاولوا يكسبوا وقت اليوم الثالث اليوم اللي فيه قرار الثالث وهو يوم 3 نوفمبر بالليل يعني 4 نوفمبر عندنا بالتوقيت فرق التوقيت جون فوستر دلس بنفسه راح يقود المعركة في الجماعية العامية جون فوستر دلس هو وزير خارجية أمريكا وهنا الأمريكان كان يتمنوا إنه حاجة تحصل في البلد والعملية يحصل فيها انقلاب من الداخل يمكن كانوا يتمنوا وكانوا بشجعوا كامبان قدامنا إنه ممكن أضربها سريعة وتخرص مكانش عندهم من إذا كانت تحصل يعني وبعدين يبتدوا هم يشوفوا وتصرفوا زي لكن أما وقد طالت معركة إلى هذا الحد وتبدأ إن أمريكا واخد موقف مختلف وبدأت أمريكا تشهر بأن العالم بيقدر موقفها ويروح جون فوستر دلس بنفسه لكي يقود معركة التجمع من أجل السلام في الأمم المتحدة وينزل طيارته تتأخر في المطار في مطار واشنطن بسبب عصفة وينزل في نيويورك وجلسة الجامعية العومية مجتمعة ويذهب من المطار مباشرة والدالجتس المندوبين كلهم المندوب الدول كلها المية وثلاثين دولة الموجودة في أمم المتحدة وقتها عارفة والعالم كله بينتظر الموقف الأمريكي وقيل لهم بواسطة المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة وهو سانتر كابت لوج في هذا الوقت إنه الساكرتري وزير الخارجية بنفسه جاي بنفسه يتكلم وهو جاي مستجيب مش بس مستجيب لحالة في الأمم المتحدة فوارة ترفض كل الإيجاري مستجيب لرأي عام ويخش يجي من المطار من مطار على الأمم المتحدة والدالجتس بيتابعوا مجيئوا الأعضاء والجمعية العومية تعلم إنه في بعض المتحدثين بيتكلموا لكن الجميع بينتظروا وزير خارجية أمريكا لأنه الإنجيز والفرنسوين بيحاولوا يؤخروا والجمعية العومية مستفزة والهند ويغسلافيا ومصر وكل العالم كله واقف لكن هنا عاوزين أمريكا دخل جون فوستر درس توجه مباشرة وسمح له رئيس الجمعية العامة إنه يروح مباشرة إلى الروستروم واللي كان بيتكلم نزل من على الروستروم من على المنصر وطلع وزير خارجية أمريكا يقول للناس اللي موجودين يدهم لم أقف في حياتي موقفا أكثر صعوبة ولا أظن أن إنسانا أنه سياسيا من قبلي وقف على هذا المنبر بمثل هذا الشعور الثقيل في قلبه لأني أعلم أنني أقف ضد الثلاثة من أقرب الدول اللي يتبه بالتحاد الأمريكية وهي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل ويبتدي يقول لأنه هنا من ضروري جدا أنه أي حد بيشتغل في السياسة لما بيحس أنه موجة التعاطف معه وموجة التقدير لموقفه ظاهرة يحاول في هذه اللحظة أن يكسب أرصدة ادخرها لكي يستعملها في مواجهات قادمة وفي معالج قادمة وهذا يحدث في السياسة الدولية طبيعة استغلال لحظة معينة تاريخية ومكثفة واستعملها كرصيد حتى مدخر فهنا جون فوستر درس وأنا مقرأ خطابه وهو بيرين لا يزال بيرين لأنه يعني أنا أولا كنا بنحاول نسمعه بكل الوسائل في الراديو لأنه كانش فيه تليفزيون وقتها بالطريقة الوصعى لحنا بنكلم فيها كان ممكن تليفزيون يجيب تاني يوم لكن هنا أنا لاقي وهنا بقى الحقيقة دلس هو بيتكلم لكن هنا أنا قدامي دلس اللي بيذكر الناس أنه هو الذي اقترح عندما وضع ميثاق الأمم المتحدة هو كمندوم أمريكا الموجود في سان فرانسيسكو بمادة التجمع من أجل السلام والرجل تأثره أو بدأ هذا الرجل القسيس الصعب أوي مرات يبقى أوي أوي متعصب أوي بدأ الموقف جلال الموقف يخده فبدأ تقريبا دموا في عينيه وهو يذكر الجمهية العامة أنه هو الرجل الذي تقدم باسم الولايات المتحدة بمادة التجمع من أجل السلام لكي تصبح إحدى مواد الميثاق التأثير بالتعدلس في هذه اللحظة أنا بعتقد أنه كان أنا مسعد أتصور أنه التجاوز ما كان يقصده وأعطى صورة لأنه هو كمان أيضا عايز أقول أنه هو كمان أيضا دخل أظنه مسلح بموقف مصري قابل لأشياء كتير أوي وهو يدرك كيف يدير معركه لأنه قبلها من ساعة ما ابتدت الجمعية العامة وبدت كندا تطرح فكرة بيرسون وزير خارجية كندا بالتعاون مع كريشنا منهم يطرحوا فكرة أنه واحد ضرورة وقف قوات فورا نمر الثانيين ضرورة الفصل بين القوات المتحاربة نمر الثلاثة ضرورة تعودت كل القوات إلى مواقعها ما قبل بدء العمليات يعني إلى قطوط الهدنة القديمة بدأ يبقى فيه حاجة إلى قوة تفصل بين القوات بدأ يبقى فيه أنه هنا محتاجين قوة بوليس دولي وهم كانوا بدوا ينقشوا الفكرة معنا والحقيقة الأمريكان هم اللي بدوا بفكرة معنا وقالوا لنا بوضوح كده إحنا طبعا عارفين كريشنا منهم بيتكلم مع بيرسون موزين خاردية كندا وبيسألونا لأنه قبل أي حاجة القوات الدولية اللي ممكن تتقلف دي هتاخد أولا وقت لغاية ما تتقلف وحتيجي طلائعها وحتيجي تنزل في أماكن من الساحل مصري وإحنا هنبقى أيضا حديها تسهيلات لأنه هايجوا نزولوا في القاهرة هايجوا نزولوا في القاهرة إنجليز وبادل وبتدوا يتابعوا الإسرائيل لغاية ما يخرجوا من الحدود إسرائيل كده جرت في اللحظة دي وقعت أنها مساعدة تقبل وقف إطلاق النار إذا كانت مصر تقبل لكن إسرائيل ما كانش عندها حرب ما كانش أنا حكيت قبل لأنه وبفر وغير وكله هذا كل الإخواننا اللي بتصوروا أنه إسرائيل انتصرت عسكرية إنسان ستة وقمسين عليهم أن يدركوا إنه هذا كانت تقدم في وديان خالية وكثبان مهجورة ورمال بحرب الرمال المتحرك ما فيش ما عملش حاجة ومن العيب لابد أن نقدر عدو ولابد أن نعطي حقه لكن من العيب أن نبلغ في قدرته لكي نعف في أنفسنا من أي من أي تصور بإمكانية فعل لأنه سهل أوي نقول أنني أمام ما لا يقاوم أمام مقادير لا تقاوم بالصحيح لكن إحنا هنا كانوا بدوا يتكلمونا في الإقتراح بتاع الأقم المتحدة وأنا أزعم أو يعني بقول وكتير أو يعرفين أنه في ذلك الوقت كلمني ريماند هير سفير أمريكاني كلمني وقال لي أنه حيبعت مستشاره يجيني في المكتب عادة ريماند هير ما كانش بيروح كتير قوي مكاتب ناس كان بيفضل أو يروح للرئيس ويروح لوزير خارجية لكن في الاتصالات التحتية أو الاتصالات الهدية أو المراحل التمهيدية في العمل بيفضل أنه تبقى هو كلمني في التليفون قال لي حيبعت لك ميلر ميلر ده كان ويليام ميلر كان مستشار في السفارة ووزير مفاوض في السفارة وكان هو المختص بالشأن الداخلي بالشأن المصري فجالي ميلر قال لي فيه اختراحات كذا وكذا وكذا لازم أقوله أنه في نفس الوقت ده كان بيبلغ في نيويورك للوفد المصري عمر لطفي والغيره الدكتور فوزي كان في ذلك الوقت في طريقه إلى الأمم المتحدة فكانش في القهيرة كان بدأ يطلع بره القهيرة وكان بدأ ياخد طريق عن طريق ليبيا يروح الأمم المتحدة لأنه اسكندريا ما كانتش تنفع ولم تركبت الضرب فجالي ميلر عرض الفكرة وقال لي عليها وأنا اتكلمت رئيس عبد ناصر وقلت له وبدأنا نتكلم وبدأنا خلنا في المفاوضات قعدنا وأنا فاكر أننا قعدنا 36 ساعة لأنه أرعت محدش مختلف على فكرة قوات الطوارئ اللي حتيجي لكن في مسألة مهمة أو الإنجليز لما لقوا الطيار كسح في الجماعية العامة بدأوا يحطوا عراقين قدام الأمريكان فيقولوا طيب ما هو القوة الدولية دي هتاخد وقت لغاية ما تيجي قواتنا موجودة هناك على الأرض ما ترفع القوات دي عالم الأمم المتحدة وتبقى هي هي بتاقي طيب إزاي ممكن مستحيلة لأنه انسحاب قوات نزلت أول مبارح ده كلام لا يعقل وحيبقى قدام العالم مش مقبول ده كله مع الأمريكية مش مع نحن فهل ممكن تبقى فيه كتيبة بريطانية موجودة على الأرض تشترك في قوات الأول المتحدة فإحنا بنقول أنه ولا حد لا أنجلترا ولا فرنسا الغريبا أن فرنسا كما أنا كعاوز أن تبقى موجودة يعني مبارح كانوا قوات احتلال لكن بعد وقف إطلاق النار يتحولوا إلى قوات حفظ السلام كلام لا يعقل لغاية ما تم الاتفاق ودلعس في مجلس في الجماعية العامة بيقول أنه بيقول أنه قوات قوة المتحدة لازم تروح فورا ولا بد من تألفها برعاية من هامر شولد بالسكرتراء المتحدة ولا يمكن أن تشترك فيها أي هم لقوا صيغة سحرية كده عادة مرات الناس صيغة سحرية أنه فيش ولا دولة من أعضاء الدمئيمين في المجلس الأمن تشترك فيها لأنهما كمان كانوا خايفين من السوفيت خايفين من تحاد السوفيت هم عندهم أسبابهم لكن أسبابهم في هذه اللحظة تلتقي مع أسبابنا يعني درجة الكلام والأخذ والرد ومعرفة كل الأطراف بهو عاوز إيه وأنا عايز إيه وإحنا عاوزين إيه أنا أظن أنها ساعدت كثيرا جدا لأنه لا يساعد أي تحرك إلا فهم أطرافه ماذا يفعلون وإلى أين هم متجهين فبدأ بدأ يعني أنا فاكر في هذه الفترة حصل مشهد من أغرب ما يمكن والضرب نازل والقنابل نازلة على البطرات ومكتبي في أخبار اليوم كل مبنى أخبار اليوم كان بيترجي من الضرب اللي حصل في مصر الجديدة يعني كان وصل لغاية عندنا فاكر قوي أنه كلمني قبل بادو رئيس جاعة أمريكية وبعدين قال لي أنه ريموند هار السفير الأمريكي سيكلمني في شيء لا علاقة له بالسياسة وفعلا كلمني ريموند هار عاوزين فيه بروفيسور كريسول وهو أهم الخبراء في الآثار الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي وهو رجل عايش في الجمالية في ذلك الوقت كريسول كان عمره مقارب على التمانين تسعين سنة وكريسول في ذلك الوقت كان عنده مجموعة أوراقه فكة كلها رسو ماته لأنه عاش في الجمالية حوالي سبعين سنة من أول ما كان شبابه وبدأ يسجل المساجد والجوامع والطرق والأسبلة كل حاجة كل الآثار الإسلامية الموجودة في القهرة هو عمل حاجات في غير القهرة كمان في العالم الإسلامي وبدأ يستعد يطلع العمل الموسوع الهاي البتاعه لكن في هذه اللحظة ونحن داخلين في خناقة مع الإنجليز وهو إنجليزي تقرر أن الحراسة تضع على الرعاية الأيانة بما فيهم الإنجليز فكريسول سمع الحكاية دي بقى بتصور أنه أوراقه وجهده عمره حيضيع كلمني زي ما قلت بقول كلمني بادو رئيس جامعة أمريكية وبعدين كلمني ريمون دهير وتصادف وكريسول عندي لأنه أنا قلت ريمون دهير قلت له خلي كريسول ريجيلي فجالي كريسول وتصادف هو عندي وفيه صوت قنابل بتضرب أنه جالي تليفون من رئيس عبد الناصر هو كان حكاية للحكاية وأنا عارف الحكاية جالي تليفون من رئيس عبد الناصر فخدت تليفون طبعا لأنه كان فيه تليفون بيصل بين مكتبي وبين جمال عبد الناصر فخدت شرك التليفون وبعدين بيقول بيكلم على شو حاجات في حصلة في المعركة فأنا قلت له أنا آسف جدا لأنه ده مش وقت كلام أنا أظن أشارت الحكاية في وقت لكن بكلم فيها في التفاصيل في وقت السابق قلت له فيه عندي أنا كنت ناسي دي كريسول بيعرف عربي شوية مكسر قلت له فيه عندي بروفيسور كريسول وهو بيقول إنه كذا وكذا وهذه مجموعة لها مجموعة أوراق ووثائق لها قيمة نادرة وهم بيقترحوا إنها تروح دلوقتي تحط في جامعة أمريكية إنها تروح تذهب تبقى في جامعة أمريكية وبعدين نشوف نعمل إيه حاوزين نحطها في فصل جامعي يمكن أن نطمئن إليه فجمال عبد النصر وفي وسط هذا قال لي أنا معديش مانع كلم عبد المنعم هو أصدو عبد المنعم القيسوني لأنه هو اللي كان مسؤول عنه كلمت عبد المنعم القيسوني عبد المنعم القيسوني بيقول لي إيه بيقول لي طب من وديهم حتة تانية قلت لي شوف بقى هولك حاجة بصراحة يعني حتة تانية حيضيعه هذا هذا كنز من الورق ده طلع بعد كده وجالي كريس والبعدها بكذا سنة يعمل لي إهداء على لما اتطبعوا وتعملوا يعمل لي إهداء إلى صديقي فلان الفلان إلى صديقي هيكل لأنه هنا حتى أنا بتكلم مع الدكتور قيسوني بقوله أنا أعرف قدرتنا على حفظ الأوراق وقدرتنا على حفظ الوثائق كنتش أعرف أن احنا هنوصل حتى في يوم لأيام إلى الدرجة اللي احنا فيها دلوقتي لأنه أنا آسف أقولي أن أنا شفت في لندن مخطوطة كتاب إمام الشفعي على أي حال يعني ده مش موضوع لكن راحت الأوراق جاءة أمريكية وطلعت بعد كده وعمل هايل لكن برجع الموقف اللي كنا فيه فيه حوار ونحن نحاول أن نبني جوا من إمكانية التعاون من أطراف يعرفوا هم عوزين إيه ويعرفوا هم متاجهين إلى إيه ويدركوا أنه في رحضة من اللحظات وأنه رغم أي تناقضات ممكن أن تلتقي أهداف وبالتالي علينا أن نحاول أنه إحنا هنا قدام موقف إطلاق نار وأنه هنا قدام نسحاب قوات معتدية هنا قدام ضرورة قوات لو لا يتيجي تفصل بين القوات هنا فيه موقف بيتحرك وفيه مقاومة وفيه مدى يصدق يعني أنا قدامي يعني إيدن بيشعر بهذه الضغوط الحكومة البريطانية وحكومة الفرنسية تشعر بهذه الضغوط وكلهم يبقوا تعبانين جدا بالدقيين ولاي قدامي ولاي قدامي أنه أنا مش ممكن نصل إلى قبول وقف إطلاق النار ونحن معلقون في الهواء بهذا الطريقة حملة عسكرية لم تأتي بنتائجها في جزء منها في سين نحن عارفين كله تم إزاي في جزء هنا هذا ببساطة كده يكتب إيدن يقول نحن قدام مجل روحه قدام مجلسة ويقوله نحن هذه اللحظة قدامنا ثلاث خيارات إما أن نكمل ونتجاه العالم وهذا مستحيل بالموقف الأمريكي في هذه اللحظة نمرت اتنين إما أن نتراجع وهذه كارثة لأنه لا نستطيع أن نتراجع لأنه لا يمكن أن تهم إمبراطورية في حرب يعني الحروب ما فيهاش تهم وتدخل وتحققات لص قتال وربع قتال ولكن مع الأسف الشديد هناك بنسبة لإيدن كان فيه بتاع سيدنا ويسف ولقد هم بها وهمت به لو لا رأى برهان ربه يظهر كان هنا ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة والموقف اللي فيه العالم كله لا الجمعية العامة مش هذه الجمعية العامة كله وفيه دلس بيتكلم والجمعية العامة معبئة بهذا الشكل ومقاومة مصرية مستغربين لها هنا ده كان برهان هذا كان برهان القطع اللي مجلس الوزر البريطاني وحتى قدامي مذكرات سالوين رايد لا يستطيع أنه مش قادر يعمل فيها حاجة ولا يستطيع طب فين اللي كنا بنتصوره فين اللي كنا فين العمل السري فين ماري اللي كان مكلف بالعمل السري فين الناس اللي مكلفين بالحملة النفسية بالحرب النفسية يتضح ولاقي هنا قدامي وثائق فيها برقيات من ماري بقولي احنا معزولين ايه اللي حصل في بصر معاوزين نعرف أنا عارف أنه في هذا الوقت طلع واحد زي تريفور ايفنز فينا في القاهرة في مقر السفرة البيطانية يسأل فيه مظاهرات في القاهرة ما فيش مظاهرات يروحوا الإسرائيليين يحسوا الإنجليز ما تصوروا مش هو اللي حاصل فقلهم ده فيه خلافات في مجلس قاتل السورة وسحبوا المسدسات على بعض وحتشوفوا أنه في الساعات كده بعض الضباط حيقتلوا بعضهم في مواقعهم ولا يحدث وحصل وقتها أنه ممكن قوي أنه صراح سالم قال يعني هذه معركة قبلة لنا بيها لكن ما فيش حاجة في محصل عبد الحكيم عامر قال للانسحاب ما قدرش وتصوراتي والوطنية وكل الكلام ده كله لكن بينفذ أوامر خلاص أو إذا كانش نفذ أوامر يبعد لغاية لكن فيه قرار بالانسحاب من سينة سحب القوات اللي دخلت لما تجلى أنه فيه في الصورة العسكرية بالكامل في إسرائيل ده مجرد طعم عشان يجرنا إلى سينة وتنزل قوات بريطانية وفرنسوية فتقطع الجيش ده ما فيش حاجة في بعض الساسة وهذه وقاعة من وقاعات التاريخ المصري في بعض الساسة تصوروا بتأثيرات اللي جاي لهم من باريس إخواننا اللي بره دول أنه يعني ممكن الجو ملائم وأنه مش معقول مدام الإنجليز والفرنسوين نزلوا حد هيقول الإنجليز والفرنسوين معقول حرجعوا كده دون أن يحققوا هدف سقاط النظام بدأ بعضهم يتحرك واللي تحركوا عملوا اجتماع مش تأكد أنا فين بالزبط لكن أنا أعلم أنه تصدر للموضوع المستشار سليمان حافظ سيد سليمان حافظ وأنا اتكلمت عليه كتير قوي لكن في كتير قوي اجتماعهم بعضهم يعني اجتماعهم وأظن أنهم اجتماعوا وأنا سمعت بعد كده من فؤاد باشا سراجدين وإحنا في السجن سوا سنتروحه ثمانين ليل ترقون يعني كل الإحاح عليه من باريس فهو لم يبلغ الباشا بأي طريقة بيتكلم عن حاس باشا لم يبلغ الباشا بأنه في ناس بطب مننا نتحرك ونعمل وزارة ونعمل إعلان ونعمل أي حاجة وحتى نسجل موقف ونخلق ما يكاد أن يكون حكومة بديلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذ ناس كتير قوي رفضت لكن بدت قالوا حيروحوا بعضهم في الآخر قالوا حيروحوا المجلس قاتل سورة أظن حد منهم سليمان حافظ أظن عنده قريب زابط بشكل أو آخر بعد نسخة من عريضة اللي عملوها عن طريقه لساني زكري موحدين وما حد شافها في الواقع لكن لما حسوا إن الموقف تحرج وفيه ضرب ومتصورين إنه هذا وضع سوف يأخذ مداء إلى النهاية وسوف يحدث احتلال وإنه الشعب لا يستطيع أن يقاوم وإنه حتيجي لحظة حقيقة يتبين فيها الناس الإنجليز في ذلك الوقت سير كيرك برايد سافرهم في عمان أنهم أنا حكتي ببيان أنا أعرف إذن أثر على شعب المصري أعرف أثر على العقل العربي وصاغة صيد بيان لم يذع ولكن موجود في الوثائق الدرافت بتاعه المسواد بتاعه موجوده في البيان لكن أخواننا في مصر عملوا يعني شوية لقاعدهم لكن راح منهم بدوا يمشوا منهم نحو مجلس قيادة الثورة في اللحظات الحارجة في يوم الثلاثة نظام وصل منهم في نقبدهما اللي ابتدوا طبق الليلة ما سمعته وأنا لست متأكدة من الرواية في هذا الجزء لكن قالوا أنهم بدوا حبوا يروحوا في الأول حوالي 12 واحد لكن اللي وصلوا فعلا لمجلس قيادة الثورة كانوا اثنين كان فيه سيد سليمان حافظ وهو كان وكير مجلس دولة في السابق وبعدين بقى نائب رئيسه زارف بعد الثورة وتعالى مع الثوار إلى خليط ثم لزبق لاسباب واختلف واختلف اختلف سلطة وأنا اكلمت عليه في مراحل سابقة وكان فيه معاه السيد علي أيوب وهو من أقترب السعديين وكان فيه أطلقات وكير مجلس الشعب ومعهم عريضة أنا شفتها مش يومية ولم أكن موجودا في مجلس قيادة الثورة يوم ما وصلوا هؤلاء الناس إلى قرب المدخل وقفوا يطلبوا يشوفوا جمال عبناصر وبعد الزباط الهوج قال واحد قال حطلع يضربهم بالرصاص وجمال عبناصر وقفهم وقال لهم أنتم مش هتعرفت الكلمة معهم كلموا الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن وهو سكرتير عام مجلس الوزراء في ذلك الوقت لأنه هو حيقدر تفهم معهم لكن وفعلا جابوا له إبراهيم حلمي عبد الرحمن على التليفون وقال له فيه جماعة مستاذة هنا وأنت تقدر هو رجل هو رجل مدني وكان سكرتير عام مجلس الوزراء وكان سكرتير عام مؤسسة الطاقة النووية في ذلك الوقت وكان مدني من المدنيين المتعلمين القريبين من جمال عبد الناصر وقال له أنت تقدر تكلمهم أكتر من الأخوان اللي هنا دول قلهم يمشوا من غير وق ولا سأقبض عليهم إحنا في بلد فيه قانون عسكري وقتها حكام ورفية بسبب الحرب فسأقبض عليهم ولا مش عايز أبو طلاحات يعني نحن نريد أن هذه تطلع هذه المعركة جاءت وتحارب وتمشي دون على حال إخوانا راح لهم إبراهيم حلمي عبر أحمن وأظن نصرف ولم يحدث شيء لكن ماريا عم ماليس تريفور إيفنز فيش مظاهرة ماريا عم ماليس فين اللي وعدون أنهم هتحركوا ما بتحركوش وكل الأجهزة البريطانية تتصور أنه شيء ما خطأ جرى في أمورهم يتصوروا أنهم أول من كانوا يتحسبون لها أو كانوا أول أكتر من يعرف عنها كمان حوصل يعني حسيب الموقف العسكري والموقف الديبلوماسي الوقت لكن حوصل لمعنى أن تكون السياسة الداخلية هي شاغل الناس وأن السياسة الخارجية هي مجرد سعي إلى مصالح ومطالب للداخل في العالم الخارجي عايزة أقول أنه أنه في هذه المرحلة بقولي الكلام ده وأنا بسمع نغامات حوالي دلوقتي بتقللها في الجرائد بتقللنا أنه كان فيه رأسمالية مصرية قبل 52 ثم قضي عليها بكل اللي جرى والآن تعود رأسمالية عايزة أقول بوضوح كده لم تكن هناك رأسمالية مصرية قبل سنة 52 وكان فيه رأسمالية ولكنها رأسمالية أجنبية عشان يبقى واضح كده وبحدود الأجانب في ذلك الوقت لما يبقى الإنجليز والفرنساويين والبلجيك والسويسريين إلى آخرين الأجانب عندهم نمرة واحد قناة سويس بسيطة دي لكن عندهم كل النظام البنكي في مصر وحتى لما أقول بنك مصر وطلعت حرب وأنا أول من يقدر طلعت حرب علي أن أدرك أن كل شركات بنك مصر كان فيها مساهمات أجنبية ومع ذلك يعني ببعنى أنه في الحلج والنسيق كان فيه برادفورد في السياحة كان فيه كوك في الشركة كوك في تأمين كان فيه لويدز شركة مصر تأمين بمعنى أنه بنك مصر وهو شيء هايل لكن ومع ذلك بنك مصر كان أقل من 5% من حجم الاقتصاد في مصر كل ما يفعله حجم الاقتصاد المالي في هذا المجال مش حجم الاقتصاد كل يعني لأنه لكن ما أقول أن قانسوس كانت مملوك على أجانب النظام البنكي كله لم يكن مصرياً فيما عدا بنك مصر جزء من بنك مصر الجزء الأساسي منصف يعني لكن حتى الجزء الأساسي ده كان قليل أو تأمين كله تجارة الصادر تجارة الورد السماد الأسمنت كل هذا كان موجود وكان موجود في حوز الأجانب وأنا بالاستشهاد عليه جايب كتاب واحد على الرأس البلاء الأجنبية في مصر من سنة 37 إلى 57 وهو كتاب أصدره أستاذ مصري أنا بعتقد أنه عمل جهد هايل هو الأستاذ فرغالي هاريلي وقيمت الكتاب أنه صادر من 4 أو 5 سنين قيمته أنه رجعوا مؤرخي هذا العهد قيمته أنه صادر عن هيئة العامة للكتاب في هذا العهد فأنا حتى في هذا الحاجة الفضيعة جدا أنه أنه إحنا لا ندرك ولا نفهم أنه قضايا أعقد من كده كتير قوي وأنه لم تكن هناك رأس المالية في مصر كان عايز أقول أنه في مصر الثروة كلها ترتبت على ملكية أراضي الزراعية الثروة كلها ترتبت على ملكية أراضي الزراعية والأسرة أسرة محمد علي وقبلها كل الولاء والخلفاء اعتبرون أن الأرض المصرية أرض مصر كلها ملك الخليفة ملك الوالي والوالي يتصرف فيها بمقتضى كما يشاء يدي هبات من أرض الشفالك والجفالك ويدي الأبعديات يدي من أحمن الأرض ممكن أو يدي بنظام العهدة يدي بنظام للتزام لكن هو ملك الأرض بالدرجة الأولى وبدأ المصريين أو بدأ المحيطين بأسرة محمد علي يتملكوا أرض ولم يتملك المصريين أرضا إلا وأنا اللي عاوز يناقش في هذا يتفضل يقرأ كتاب جابريال باير عن الملكية الزراعية لأن الملكية الزراعية في مصر ببساطة كده هي أساس كل ثروة والتصرفات اللي حصلت في الملكية الزراعية في مصر هي الأساس الذي يمكن أن يكون تكون منه فائض يذهب للتجارة والصناعة التجارة في مصر التجارة مع الخارج توقفت عندما جرى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وجرى تجنب مصر تقريبا خلص في التجارة الدولية بسبب تعصف الولاة المماليك في ذلك الوقت لكن وكان فضلت شوية تراكمات من التجارة راح تشوية اشتروا أراضي مثلا ممكن يعني لكن الأراضي توزيعات الأراضي فضلت واحد الأسرة المالكة نمرت اتنين شركات والملاك الأجانب نمرت تلاتة مشايخ البلد الأدام اللي كانوا بيخدموا السلطة من حيث انهم بيجيبونه عمال ويطردوا فلاحين إلى آخره نمرت أربع مشايخ الطرق الصوفية بعد مشايخ البلد مطارق الصوفية اللي هم كان فيهم داخلين في العقد المقدس في الدين المملوك أنت تتولى السلطة في القاهرة ونحن نطيح في الريف زي ما احنا عايزين وهنا كانت مصر يعني مقرأة كتاب الدكتور توفيق الطويل عن مصر قبل قبل نابليون وشوف الدور لعملية الطرق الصوفية وهي أبعد ما تكون في ذلك الوقت وهذا النوع من الطرق الصوفية أبعد ما تكون وأتصور أنه الـ 80 سنة اللي قبل نابليون ده اللي كتب عنهم الدكتور التوفيق الطويل هم بالضبط 80 سنة اللي مضوا اللي أوروبا عمل فيهم النهضة بالضبط من لويس لـ 14 لغاية نابليون 80 سنة و 80 سنة واحد هنا الطرق الصوفية دخلة بتستغل في الريف وتعمل خرافات وبدع وحاجات أشكال يصفها دكتور الطويل وصف هائلة في كتابه وما بين 80 سنة من النهضة من دوية 14 لغاية نابوليون وإيه اللي جرى والملكية الأخيرة خالص هي ملكية المصريين بسكرة في اللحين بدت تزيد ملكية المصريين أواخر قرن 19 بعد تصفية الدائرة الثانية وديون إسماعيل وصندوق الديني وكام ده كله لكن أي رأس مالي بتنشأ تنشأ على ترقم رأس مالي طبيعي لكن هذا الترقم رأس مالي اللي موجود عندي مع الأسف الشديد ضاع كله في العصر المملوكي نهب هذا البلد مرة بعد مرة بعد مرة ولم يتوقف نهبه حاجة مش معقولة أبدا ما حد يقول إن كان فيه رأس مالية مصرية مع الأسف لم يكن وهذا الوضع كله حتى شركات الفنادق لكن وإحنا في وسط الكلام ده كله حصل حاجة غريبة قوي أن يوم تحطت الحراسة بسبب ظروف الأمن على المصالح البريطانية والفرنسية حراسة وبعدين الشعب المصري اللي الخارج ده وبقدين أول ظواهر أول في قناة السويس في شركة قناة السويس شركة قناة السويس دخلها في النظام البنكي والبنك العثماني والبنك المش عارفين الباركليز وإلى آخره ويبن حاجات غريبة قوي على يوم ثلاثة جمال عبد الناصر طلب أن توضع الحراسة على كله بقى كل الممتلكات الأجنبية الرئيسية توضع عليها الحراسة لأنه هذه ثروة نشأت في عصور في حماية استعمار ونشأت في ظروف غفلة واستغلال لهذا الشعب فوضعت تحت رأسة أعرى تقرير من سفير من أنصر السويد عشان إخواننا اللي بيقولوا أنا مش عاوز تناقش معهم كتير قوي اللي بيقولوا كان فيه رأس مالية ما كانش فيه رأس مالية حتى التوكيلات وأنا واحد من الناس اللي عاوزين رأس مالية مصرية اللي عاوز رأس مالية مصرية تنمو وتدرك درها وتخدم وطنة عاوز رأس مالية الرأس مالية في عالم كله ضخت مكاسبها إلى أوطنة لكن لا أعلم أن فيه رأس مالية عامة العكس أنا عايز رأس مالية وطنية وحريص عليها جدا لكن حاجتين واحد ما حدش يقولي أنه كان فيه رأس مالية وقضي عليها ورجع التاني ولا بقولها وأنا مطمئن جدا ولا حد في دول الموجودين قدامي يقدر يقولي إطلاقا أنه استند على ثروة سابقة عايز أقول كله دول كانوا كله هذه هي ناس عيون حراسا على مصالح حتى من ذلك الوقت يعني أنا شايف وعائلة من أكبر عائلات رئيسها مش عاوز أقول أسامي عشان مش عاوز لك لحد كل اللي حصل أنه عينا حارسا في هذه الفترة في الفترة 56 لكن هذا نموذج تكرر جدا ناس أصدهم حراسا على مصالح فتصرفوا تملكوها بعد كده أو تملكوا أجزاء منها وبعدين ناس كانوا موظفين في القطاع العالم وبقوا مش عارف إيه ناس فيه إحنا بننسى مرات أنه سنة 74 حصل عمية هندسة طبقية كل توكيلات الشركات الأجنبية من السماد إلى العربية لأي حاجة قولك أتملك أجانب محدش يقول لي حاجة تانية وبقولها والله وأنا حريص جدا على رأس المالية مصرية تدرك دورها وتدرك أنها ولاها هنا والرأس المالي الحقيقة تضخ هنا تضخ في بلدها مش تطلع من بلدها برها لكن عايز أقول أنه أنا مستعد أفهم ده في نشأة رأس المالية وفي التطورها لكن محدش يقول إن ده سابق وإنه يبنى عليه وإنه ضاع وبعدين بيعود كل ده وأنا مستعد لو حد يتكلم نتكلم بالأسماء بس أنا مش عايز أقول الأسماء لكن بننسى مرات أنه حصل هندسة طبقية أنه في ألفين توكيل كانت مملوكة للأجانب وليس المصرية راحت للقطاع العام وإنها في سنة 74 وزعت على بعض الناس وكويس أوي عمدا وطبقا لخطة لأنه كان مطلوب إنشاء طبقة سريعة جدا أن تساند أوضاع جديدة وأنا مستعد دفهم والله مستعد دفهمات وإنه لكن هنا في قرار توزيع ألفين توكيل عملوا على طول من غير مناقشة ألف مليونير جديد في سنة واحدة عايز أقول إنه ده بيحصل وأنتجاوز فيه لكن عايز أقول إنه أنا مستعد أقبل له لكن أقبله مرحلة نمو أقبله مرحلة طفولة ما قبلوش مرحلة صبا وشباب لابد رأس المالية تنضج وتدرك إنه إنه ما فيش رأس المالية تتعامل بتوزيع التوكيلات ما فيش رأس المالية تتعامل بإنه فيه حراسكة إنه موجودين في شركات أو موظفين قطاع عام آه فيه بقايا أريستقراطية من ملاك الأراضي وملكياتهم مازلتش عن مئة سنة لكن لما حد يقول لي عائلة البدراوي آه طبعا طبعا عائلة البدراوي لما حد يقول لي فؤاد سراجدين طبعا إنه موجودين ملاك أراضي هايلين لكن أنا أتكلم عن الإسمانية الصناعية التجارية هذه قضية أخرى وينبغي إنه عشان حتى لحماية هذه الطبقة ولحماية طبقة رأس المالية مستنيرة ولحماية مستقبلها أظن إنه جزء من الوعي ضروري لأنه والوعي الوعي أهم حاجة في الوعي أن لا يكذب الضمير على نفسه أن لا يكذب الوعي على نفسه أنا قدام رأس المالية وليدة وعارف إنه الظروف النشأت فيها تدعو للتساؤل وعارف إن التوكيلات وزعت وعارف الناس في القطاع العام وفي الحراس وعارف إنه تسييل القطاع العام عمل لهم حاجات هايلة كتير وعارف إنه تسييل أراضي وبيع أراضي البلد وبيع كل ده كله كله أنا مستعد أقبل إنه في مرحلة النشأ في مرحلة النشأ باستمرار خاصة لما تبقى النشأ بيش بليتكلم على هندسة بيت نحن بيتكلم على مجتمع بيتكلم على الأوضاع الطبيعية في مرحلة النشأة في مرحلة نشأة طبقة رأس المالية بتحصل أشياء كتير جدا ممكن قوي تبقى سيئة لكن في مفارقة إنه بعض الناس في أوروبا مثلا في إنجلترا وفرنسا التجاوزات اللي عميتها رأس المالية كلها كانت خارج أوطنها عملوا تجاوزات في الهند وعملوا تجاوزات في الصين وعملوا تجاوزات عندنا نهب هذا البلد حتى المنبر الأصلي الأزهر أنا لا أستطيع أن أراه هنا خدوا الإنجليز موجود النهاردة فيكتوريا أند ألبل في متحف فيكتوريا أند ألبل المنبر الأصلي الأزهر عايزة أقول أنه عال رأس المالية نشأت عندي وقد ممكن تنشأة بتلوزة لكن عليها أن تدرك أن أولا ما كانت ما فيش داع الوهم أنه كان موجودين وبعدين كانت موجود رأس المالية وبعدين تشارت أو وقت وبعدين جاية رأس المالية تانية وتستأنف آل مكان بالصحيح ونفسي أوي ده يبقى واضح علشان يبقى فيه نمو طبيعي وحقيقي حتى بكل الشوائب اللي أنا ممكن أشوفها في نمو رأس المالية واللي أراها قل رأي تستعدى تجاوز لكن هنا في السويس أنا قدامي حاجة غريبة أوي أو مش قدامي حاجة غريبة قدامي حاجة متسقة تماما مع القاعدة قدامي سياسة خارجية تعلم أنه فيش بلد عنده سياسة خارجية في كل بلد عنده سياسة داخلية بس حتى وإن لم تكن تعي بالقاعدة اللي تكلم عنها من الترنيخ زمان لكن تعلم أنها تحارب لمصالح ومطالب وأنها تعادي إنجلترا وفرنسا أو دخلت بإشكال مع إنجلترا وفرنسا لمصالح ومطالب وتعرف أنها قدامي التقرير بتاع الأنصر السويد اللي كنت بتكلم عليه في تقريرين في واقع الأمر راجب يقول بيقول بيقول أنا جاي مصر كان هو كان بعيد عن مصر في نوفمبر في أوائل شهر نوفمبر لكن جاي في نصف نوفمبر إيه ده ده أنا جاي مفاجأ إنه الحكومة المصرية استولت وهنا ده الرقم على تمانين في المية من الثروة التجارية والصناعية في هذا البلد وماش في حاجة أبدا وخدوه من إنجلز والفرنساوين والسويسريين البنجيكيين لأن البنجيكيين كان هما اللي بيبنوكوا شركة فنادق المصرية اللي فيها شابرد وكاتراكتو كل الفنادق الكبيرة في مصر شركة فنادق مصر الكبرى ودول ما كانوش داخلين الحاجة الغريبة قوي إنه دول دخلوا في آخر لحظة لأنه جمال عبد الناصر شاف فيه وخبر روكات أنباء إنه بلجيكا في حلف الأطلنطي صواطت مع الغزاء معه مع الغزب ونصالح الغزاء فقالت بلجيكا تخش الأخرى فدخل الشركات للفنادق المصرية على حال الرجل يقول 80% من نشاط الاقتصادي الاجتماعي كله خددت الدولة وهو بيعتبره أنصر السويد لأن هذه فرصة لا تعود للسويد لأن المصريين مش يقدر يديروا المصالح اللي خدوها دي كلها وحيضطر يقوزوا حد فإحنا نبقى هذا الحد السويد على أي حال أنا ده أما لاقي إنه قناة سويسة أميمت اتخذت مصالح وقدت إلى حرب وقدت إلى سد عالي ببنى سد عالي هنا وقدت إلى صدامات دولية لكن صدام دولي يؤدي إلى بسطة النهاردة قناة سويس بتدي ما بين 22 مليون إلى 25 مليون دولار يوميا يعني بتدي حوالي 7-8 8-9 بليون دولار خمس مرات قد المعونة الأمريكية اللي هلكونا بيها واللي بحطوط علي قيد على مصر أكتر منها خمس ستة مرات بند واحد ألاقي المصالح الأجنبية كلها اللي في ذلك الوقت الصناعية والتجارية بالذات إنها أعيدت إلى أهلها زعل وبعض الناس لكن مش مصرية إصلاح الزراعي قبل كده اتطبق على بعض المصريين لكن لما المصالح التجارية والصناعية ما كناش فيها كان نشاطنا فيها محدود وكان يدوب العنص الوطني داخل فيها البلكات لكن بقى كان كله أجنبي لكي لا ننسى ما كانش ما حدش يقول لي إنه إنه سياسة خارجية مش تخدم مصالح الداخل لا بتدي مصالح في الداخل أنا لا أفهم كيف يمكن لأي سياسة خارجية أن توقع على اتفاقية زي اتفاقات كام ديفيد وفيها إن أمد إسرائيل ببترول وينتقل البترول فيبقى جاز هنا في العكس تماما في سياسة خارجية العكس تماما لكن هنا مبارح والنهاردة وبكرة أنا بأعتقد إنه من أهم الأشياء وبوضوح هذه الحكمة اللي قالها من الترنيخ ووصلت ورددها قالها من الترنيخ زمان يعني ووصلت إلى كل ما له شأن استراتيجي في القرنة العشرين حتى نقلها لنا كيسينجر وهو بيدور في كتابه أورد بستود بيعمل رسالة للدكتوراه وبيدرس بالترنيخ فجابها وقالها وأخذناها نحن لكن بصرف النظر عن القائل ليست هناك سياسة خارجية لأي بلد هناك سياسة داخلية فقط وهذه السياسة لها بطالب خالف الخارج وعلي أن أذهب إليها وأن أذهب إليها بوسائل القوة القوة في هذا العصر قوة أول حاجة قوت شرعية سياسة داخلية سياسة داخلية ترجمة نانسي قنقر